زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة صباح الخير يا مصر كان موجود فيه توشكا يوم 25 مارس اللي فات ونقل لحضراتكم بكل التفاصيل الخاصة بالمشروع الشغل اللي بتعامل على أرض الواقع الجهد الكبير اللي حصل عشان تتحول الصحراء والسخور لمساحات خضرة ومحاصيل زراعية لعدد كبير من السلع الاستراتيجية 25 مارس اللي فات صباح الخير يا مصر كان موجود على أرض توشكا وعرض لكم حلقة كاملة عن كل اللي بيحصل هناك وكنا واصط زيارتين لسيادة الرئيس بنفسه الأولى كانت في شهر ديسمبر اللي فات أما التانية فكانت مبارح عشان يتابع بنفسه كل اللي بيحصل كل زيارة بصورة مختلفة وبواقع كمان مختلف والأجمل أن رجالة مصر بيحصدوا في رمضان وفي عز الحر شغالين لكن هم في النهاية مش بيبنوا ولا بيعمروا لنفسهم دول بيبنوا لبلدهم يعني زي ما تبانى ما حضرتكم في هذا التقرير الحقيقة أنه يمكن زيارتين واحدة في ديسمبر وزي ما تبانى ما حضرتكم زيارة أمس الفرق مش كبير أربع شهور مش فرق كبير خالص لكن اللي حصل خلال أربع شهور وبيحصل الحقيقة بقى له فترة عشان نقدر نوصل لما شهدناه أمس كان محتاج مجبوط كبير جدا جدا حصل على أرض الواقع ويمكن وحنا بنتكلم دايما على كل المشروعات وكل القطاعات اللي بتشهد تامية لما بنيجي نتكلم احنا دلوقتي بنارصد ما يحدث في هذه المشروعات بنشوف اللي بيحصل لحظة بلحظة كان زمان يشازلي ممكن نسمع عن مشروع زي ما حصل بالمناسبة في هذا المشروع كمان تشكة وحنا نتكلم على تشكة تحديدا نسمع على مشروع تشكة ده من زمان جدا ممكن جيل التمانينيات والتسانيات أكتر هيكون متذكر أرض تشكة وهذا المشروع لكن ما شفناش فيه إنجاز بيحصل آه كان فيه عوائق ولكن ما شفناش خطط تقدر أن هي تزيل هذه العوائق مظبوط كلامك المشروع كان مخاطط النوع يتم افتتاحه في 2022 وفق الخطة القديمة بتاعت التسعينات فتوقف عدد كبير من السنين تقريباً 20 سنة وتم افتتاحه بالفعل في 2021 يعني في ظرف 3 سنين شغل بس تم افتتاح هذا المشروع لأنه فعلاً كان فيه إرادة سياسية وأن الشاب المصري فعلاً كان عايز يعمل كده أنا كنت موجود في حلقة تشكة وشفت الناس وهي شغالة هناك عاملة زي بس عايز أربط مع حضراتكو نقطة مهمة جداً 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 مبارح سياسية الرئيس زي ما شاهد بداية حصاد الأمح كمان تم افتتاح عدد من الصوامع ليه بنعمل صوامع؟ عشان نخزن أمح عشان محصول الأمح بيزيد عندنا انتاج الأمح بيزيد عندنا سنة بعد سنة بيزيد آه ما وصلناش اكتفاء الزياتي بس كل سنة في تقدم طب مشروع الصوامع ده إيه قصته؟ ده مشروع قومي بالمناسبة لإنشاء حوالي 50 أو 70 صوامع في مصر موزعين على المحافظات كلها كنا قبل كده بنشاون إزاي؟ في الشوان هدرها كان عامل إزاي الشوان؟ يعني مثلاً لو كنا بنخزن 9 مليون طن من الأمح الهدر كان عبارة عن مليون طن لمجرد نحن بس بنخزن في الشوان ده بالمناسبة تكلفته مليارات وبعد الأزمة الحالية بالتأكيد تكلفته هتزيد لكن نفكر في المشروع هنلاقي إن احنا ربطنا الاتنين ببعض بننتج يا جمانا بنزرع أمح وعملين الصوامة صوامة حديثة بأحدث تكنولوجيا مستخدمة عشان نحافظ على الأمح اللي بننتجه كمانا ده كمان بيحسن من جودة الأمح زي ما أنتك بتتكلم يا شازلي وتفرق بشكل كبير جداً فكرة الهدر والتعامل معها أصلاً هذه الثقافة ثقافة الهدر دي كانت بالنسبة لنا كنا نتعامل معها لأنها أي يعني يعني الضرر وارد إنه يحصل فما كناش أصلاً بنلقي لي أي بال لكن دلوقتي احنا فعلاً بقينا مدركين لأهمية إن احنا نستفيد من كل مواردنا بقي إن ده جهد وفلوس وعرق ناس لازم نستفيد بكل ده وإحنا شايفين ما يحدث أصلاً في ظل الأزمة العالمية وشايفين أصلاً كمان ما يحدث تحديداً كمان في ملف البيئة اللي بالمناسبة هم مرتبط بشكل كبير جداً ووثيق أيضاً بقطاع الزراعة فهي نقطة مهمة جداً يا شازلي بكون تأكيد وإحنا في حالة صورة الخيرة مصر كمان يا جمانة استعرضنا مع حضراتكم المجهود اللي تم في زراعة الأمح وتوفير البنية التحتية وإزالة كل العوائق اللي كانت موجودة وتكلمنا كمان مع المسؤولين عن المشروع وإزالة كمان مع المسؤولين عن المشروع